إذن الجيش الإيراني ممثلا عن الدولة هل قادر على تعبير عن امتعاضه تجاه تحركات الحرس الثوري وممثلي الحرس الثوري في الداخل؟ لا مطلقا لذلك شوفوا مثلا الجيش الإيراني انطلاقا من الثورة الإسلامية اللي قادها الخميني كان هو يعني التعامل مع الشعب بسلمية وهو يقف موقف الحياد بالتالي يبدو ان هذا الموقف لم يكن او لم يحظى بشكر ولاية الفقه بل هو اصبح محط يعني قلق بالنسبة للنظام الجديد لإيران فبالتالي لابد من خلق رديف وهو مثل ما قلنا الحرس الثوري واليوم هو الجيش الإيراني يقف بموقف سلمي مع الشعب وإيجابي مع الشعب الإيراني ولكن ليس لديه القدرة والقوة إلى مواجهة أو منع الحرس الثوري في أدائه بكل مفاصل الدولة ليس لديه القدرة على مواجهة الحرس الثوري ولكن قادرين على الانشقاق وخلق انقسامات داخل الجيش هذا موجود بالرغم من التعتيم بالرغم من القلق وهو نشهد في مواقف كبيرة أهلاً أهلاً تترجمة نانسي قنقر شكرا